الفقرات كلها مختلفة في الشكل والحجم من مكان لمكان بس الفقرة النموذجية اللي ممكن ينطبق عليها جميع الفقرات بتتكون من جزئين جزء أمامي اسمه بادي اللي هو جسم الفقرة وبيبقى طبعا على شكل دائري وهو اللي بيبقى عليه حمل الجسم وحجم جسم الفقرة بيزيد تدريجيا من أعلى الأسفل والطبقة العظمية الموجودة على سطح جسم الفقرة من أعلى ومن أسفل بيبقى اسمها فيرتبرال اندي بليت أما بقى لو بصينا على الجزء الخالفي للفقرة هنلاقيه على شكل كوس صغير علشان كده اسمه فيرتبرال أرش والكوس متصل بالجسم الفقرة من الجانبين سايب بينه وبين الفقرة فراغ على شكل دائري اسمه فيرتبرال فورامن وتتابع الفورامنة فوق بعضها مع تتابع الفقرات بتتكون القناة الفقرية اللي هي فيرتبرال قناة اللي بيمر منها النخاع الشوكي نيجي بعد كده الكوس الفقرة كوس الفقرة بيتكون من جزئين اسمهم بيديكلز وجزئين تانين اسمهم لامنة وأربع بروزات عظمية هنقولهم بس تعالى واحدة واحدة كده بالترتين أول جزء على الناحيتين من جسم الفقرة بيبقى اسمه بيديكل اللي بيوصل جسم الفقرة بالبروز اللي اسمه ترانسفيرس بروسيس وتاني جزء بيبقى اسمه لامنة اللي بيوصل بين الترانسفيرس بروسيس والسباينس بروسيس لكن سطح لامنة العلوي والسفلي بيبقى مقعر فبيعمل حز كده للداخل اسمه فيرتبرال نوتش والفرتبرال نوتش لكل فقرتين تحت بعض بيعمل فتحة بين الفقرتين اسمها انتر فيرتبرال فولامن بيمر منها الأعصاب والأوعية الدموية تعالى بقى كده نبص على البروزات احنا قلنا ان كل فقرة بتحتوي على سبع بروزات عظمية اتنين على الجانب اسمهم ترانسفيرس بروسيس وواحد من الخلف اسمه سباينس بروسيس فاضل كده اربع بروزات اسمهم ارتيكولر بروسيس كل فقرة بتحتوي على اتنين علويين اللي هما سوبرير ارتيكولر بروسيس واتنين سفليين اللي هما انفيرير ارتيكولر بروسيس بحيث ان كل فقرة بتتصل باللي تحتها من خلال الارتيكولر بروسيس وكل بروزين بيتصل ببعض بيكونه مفصل اسمه facet joint او زي جابه فيزيال جوينت وغير ان المفاصل دي اللي هي مكان اتصال الarticular process ببعضها هي برضو بتدعم العمود الفقري وبتساعد على حركته بسهولة واخر جزء معنا هو الجزء العظمي الموجود بين superior facet joint والinferior facet joint وده موجود في كل فقرة والجزء ده اسمه bars interarticularis وهو اضعف جزء في الفقرة علشان كده هو عرضة للكسر او الشرخ بسهولة